النهاردة هنعمل مع بعض التست بطريقة سهلة وبسيطة وكمان ناجح معاك مليون في المية ازاي يطلع من جوه هاش كده وجميل وزي العسل تعال اقولك على الطريقة بخطوات سهلة وبسيطة جدا والكمية اللي انت شايفها دي كلها من نص كيلو دقيق بس عايز اقولك هتعملي كل يوم علشان خاطر سهل وبسيط طبعا بما اني الايام ديت ايام دراسة فزهقنا من الفينو وزهقنا من الكايزر فكررت اللي انا اعمل لهم حاجة مختلفة شوية نعمل التست في البيت ونوفر شوية في ميزانية البيت يلا بينا نسمي اللي ونسلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وحط اللايك بتاعك اول حاجة معايا نص كيلو من دقيق بمعدل اربع كبيات من المجي بتاع الشاي هنزل بكمية دي كلها مرة واحدة في البولة او في العجان اللي انت هتعملي فيه سواء هتعجني بالعجان او هتعملي باديك ايا كان الطريقة فالتنين ناجحين معاك ان شاء الله بعد كده حطيت على نص كيلو دقيق اللي هو اربع كبيات معلقة كبيرة من الخميرة وانزلت كمان بمعلقتين كبار ونص من السكر هنزل عليهم برشة ملح صغيرة جدا على طرف المعلقة كده معايا حبايا واحدة من البيض وتكون بدرجة حرارة المطبخ يعني اطلعيها من التلاجة قابليها بحوالي ساعتين معلقة كبيرة من الخل الابيض وطبعا انا هنا هاعجن باللبن لو انت حابة تستبدلي اللبن بالمية مافيش اي مشاكل خالص حطيت كباية لبن نفس الكباية اللي انا عيرت بيها ادي ايب المطبخ بتاع الشاي العازي بتاعنا هشغل العجان على درجة رقم واحد وهسيبه كده يلفه مع بعضه شوية وبعد كده هزود السرعة تدريجيا واحدة واحدة لحد ما اتأكد اللي العجينة بتاعتي كلها هتمسكت مع بعضيها وطبعا مستحب لو انت هتعجني بيديك تعجني حوالي 6-7 دقيق علشان خاطر تديك النتيجة كويس في الاخر خالص بعد ما العجينة تعجنت معايا هنزل بحوالي معلقتين ونص من الزبدة الصيحة بدرجة حرارة المطبخ برضه طبعا الزبدة هنا هتدينا طعم حلو جدا وهتخلي التوست بتاعنا هش كده من جوه وطعمه حلو وطبعا عجنينه بالزبدة واللبن يعني عايز اقولك اللي الموضوع هيكون فيه كيموغزائية عالية جدا بعد كده بعد ما حطينا الزبدة لو انت هتعجني على ايديك هتحس اللي الموضوع بتاع العجين بدأ يفرول كده من ايديك والموضوع بدأ يخلي العجينة متلمش شوية لكن استمر في العجن لمدة 3 و 4 دقايق هتلاقي العجينة ديت الزبدة دخلت جواها بدأت تسخن معاك العجينة والعجينة بدأت اللي هي تتلم معنا ما تلاقيش خالص لو حستي للعجينة بعد الزبدة بدأت تفرول معاك ده المطلوب عجيني فيها مرة واثنين وثلاثة لحد ما تتأكدي اللي العجينة بتاعتنا ديت بقت تمام وزي الفل في الوقت دوت بقى كانت تعجنت معايا كويس جدا لفتها على قدية وحطت نقطتين من الزيت في الدورق ونزلت بالعجين وحطت برضو نقطتين من الزيت فوق وش العجينة عشان ما ينشفش وغطيته بالستريتش وسبته لمدة نص ساعة بعد النص ساعة العجينة كانت خمرت معايا وجبت القالب اللي انا هحط فيه التوست طبعا انا حطيته قدامي كده عشان اعمل المسافة اللي هي هتبقى على قد القالب بالزبط دهنت القالب بالزبط مش بالسمنة ولا بالزيت بالزبط اللي احنا استخدمناها في العجينة حطيته بالشكل دوت قدامي وبدأت اللي انا اخد بالنظر كده المقاس اللي انا عايزيه وهبدأ اللي انا افرد العجينة على اساس المقاس اللي انا عايزيه الموضوع سهل جدا وبسيط ومش افتكاسة ولا اي حاجة لكن فيه كزا تكة لو مشيتي وراها الموضوع هيبقى مختلف تماما واتطلع منك نجحة ان شاء الله طبعا السمك بتاع العجينة بيبقى واحد ونص صانتي فهنبدأ بقى بعد كده اللي احنا نقفلها كويس جدا كل ما تلف لفة تبدأ اللي انت تضغطي بصوباعك كده علشان خاطر تقدر اللي انت تبقى متأكدة اللي انت قفلت العجينة كويس جدا خلاص في الوقت دوت كنت خلصت العجينة بتاعتي بالشكل دوت تلعت زيادة عن القالب شوية عادي مفيش اي مشاكل خارس تقدر تشيلي الزيادة من الاطراف بطرف السكينة قفلت الاطراف بتاعتي كويس جدا وهبدأ اللي انا اجيب القالب اللي انا دهناب الزبدة واحطها بالشكل ده واغطيها بكيس بلاستيك وبفوتة لحد ما تخمر معايا وتضضاعف حكمه ايا كان الوقت سواء ربع ساعة او عشرين دقيقة او حتى نص ساعة انا مش مشكلتي الوقت انا مشكلتي اللي هي تضاعف حجمها بالشكل دوت كده خلاص كانت خلصت معايا بسم الله ما شاء الله هدخلها الفرن على درجة حرارة عالية جدا اعلى حاجة عندك في الفرن انا اعلى حاجة عندي ميتين وخمسين ميتين خمسة وخمسين شغلت الفرن عليها لمدة عشر دقيق وبعد كده لما تأكدت للفرن سخن جدا دخلتها بس اول ما دخلتها الفرن على درجة حرارة ميتين خمسة وخمسين ستتها لمدة خمس دقيق وبعد الخمس دقيق اهدت الحرارة لحد ميتين وسبتها على الرف الوسطاني وما شغلتش عليها الشوية ولا اي حاجة هي استود خرجت من الفرن بعد حوالي تلت ساعة وطبعا غطتها بكيس بلاستيك وبفوتة نظيفة وسبتها لحد ما تهدى خالص وتبدأ اللي هي تبرد معايا الكرمشة اللي حصلت فيها ديت حصلت منها علشان خاطر مطرح ما احنا غطنوها لكن ما تقلقش خالص مش هتحس باي كرمشة وانت بتاكلي ولا حتى في النهاية لما تقطعيها مش هتضايق خالص في الوقت دوت بعد حوالي تلت ساعات من ما خرجت من الفرن بردت تماما هبدأ اللي انا قطعها بسكينة مشرشرة بالشكل دوت كده نحتفظ بازاي وهيقعد معانا وقت قد ايه هيقعد معاك وقت طويل جدا لو شلتيه في الفريزر يعني تطلعي منه على قد الاستعمال اللي انت هتستعملي اليومي يعني ممكن تعملي مثلا مرتين في الشهر وتشيريهم في الفريزر وتستخدمي منه يوميا ان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية هنعمل التوست الاصمر باذن الله بس كده خلاص وصفتنا خلصة